موسيقى بداية حتى نصمم مفاتورة بشكل مباشر ندرك جدول إدراج جدول ومن ثم نختار عدد الأعمدة 5 عدد الصفوف 20 موافق الخطوة التالية تنزيل الجدول إلى الأسفل بعدها نحدد الجدول طبعا نكبر حجم الورقة ونحدد الجدول ومن الصفحة الرئيسية نختار حجم الخط 14 bold 14 bold ممكن ومن تخطيط نختار هذا الخيار محاذاة إلى الوسط الخطوة التالية هي تحديد الجدول من هذا المربع اللي هو علامة الزائد نحدد الجدول ومن ثم تصميم ومن ثم من حدود ونختار حدود وتضليل ومن ثم ننتبه نفعل الخيار الكل فعل الخيار الكل ونختار هذا الخيار اللي هو الخطوط المنقطة ومن ثم موافق تحول عندنا جدول إلى خطوط منقطة بعدين مثل ما تعلمنا نجي نرسم نختار نوع الخط مثلا هذا النوع ونختار حجم الخط مثلا يمكن نختار هذا نوع الخط وحجم الخط نختار ثلاثة نقطة ولون القلم نختار هذا اللون اللي هو اللون التركوازي بعدين نجي نرسم الإطار مثل ما تعلمنا طبعا نرسم الخط الثاني ونرسم الأعمدة ممكن هذا الخط أيضا نحدده تمام بعدين نلغي الأمر نحاول أنه هذا العمود من خلال السهم طبعا نخلي الماوس بالطرف الأعلى للعمود وراح يطلع عندنا سهم نضغط كليك ومن تخطيط عرض الأعمدة أول عمود راح يكون بعرض 1 سنتيمتر الثاني عمود راح يكون بعرض 7 سنتيمتر الثالث عمود راح يكون بعرض ممكن يكون 2.5 ممكن العمود الثاني الثالث أو الرابع والخامس يكون أيضا 2.5 تمام جدا الخطوة التالية نكتب مثلا الاسم التفاصيل ونكتب الكمية ومن ثم المجموع طبعا ننطي تضليل نضلل الصف الأول العنوان من خلال تصميم والتضليل ونختار هذا اللي هو اللون التركوازي ومن الصفحة الرئيسية نختار اللون الأبيض وننطي بولد إلى النصوص هنا في الأسفل نحاول ندمج هذاني الصفين حتى يكون للمجموع ممكن نروح على تخطيط ونختار دمج الخلايا مثل ما تعلمنا في بداية المحاضرة وهذاني الثلاثة الصفوف أيضا ندمجهن من خلال تخطيط ودمج رح نكتب هنا المجموع وطبعا ننطي تفاصيل للون أيضا تركوازي وطبعا لون التضليل تركوازي نضلل الناس وبولد ولون أبيض طبعا اكتمل عندنا الجدول وهو تقريبا نصف الشغل الخطوة التالية نروح على إدراج أشكال وندرج شكل على إدراج أشكال وندرج شكل وليكن هذا الشكل ممكن يكون أوسع وممكن نعرض الشكل بشكل يعني طبعا يفضل أنه يكون للطرف ومن تعبئة الشكل نختار هذا الخيار اللي هو اللون التركوازي ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي أيضا نرجع إلى تعبئة الشكل ونختار التدرج ومن ثم نختار أحد التدرجات وليكن مثلا هذا التدرج نلاحظ صار عندنا هذا التدرج خطوة ثانية هي إدراج صورة وطبعا من سطح المكتب رح أضيف آني هذه الصورة طبعا كليك أيمن على الصورة مثل ما تعلمنا التفاف الناس ونختار أمام الناس طبعا نصغر الصورة نحاول نخليها في هاي المكان هذه تكون صورة لشعار المؤسسة اللي ينتمي إلها هذا الوصل طبعا نكتب هنا بهالمكان من خلال إدراج مرضع نص نكتب اسم المؤسسة اللي هذا الوصل رح ينبثق من عدها مثلا أنا رح أكتب عالم عالم بهال احترافي ونكبر حجم الخط ونختار لون أبيض وطبعا المخطط التفصيلي من تنسيق تعبئة بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا ممكن أن نختار طبعا ممكن نختار فونت وليو كنا أنا رح أختار فونت اللي هو بيتي هيدينغ ممكن عالم بهال احترافي ممكن نلغي البولد يكون أجمل وممكن نختار أحد الأنماط اللي تعلمنا عليها ممكن هذا النمط يكون جميل جدا عالم بهال احترافي ممكن أضيف مربع ناص آخر وأكتب وصف للمؤسسة مثلا أقول موقع موقع الإلكتروني مختص بتعليم الحاسوب وتقنياته طبعا ممكن أنه ننضي التنسيقات مثلا بولد حجم 16 أو 14 وتوسيط ممكن ممكن نختار 16 ونلغي التعبئة والمخاطط التفصيلي مثل ما تعلمنا من تنسيق التعبئة بلا تعبئة والمخاطط التفصيلي بلا مخاطط التفصيلي ونحدد النص ونخلي اللون أبيض الخطوة التالية إدراج مربع ناص ونضيف بها المكان الحجم يكون 14 bold واللون لون الخط يكون اللون التركوازي وأكتب مثلا التاريخ slash space slash space وأكتب مثلا 2000 وأخلي فراغ حتى يكون متغير 2016 17 18 وهكذا وأنزل إلى الأسفل وأكتب السيد وأخلي نقاط وبنهاية النقاط أكتب m s أو m s نقطين حتى يكون عربي إنجليزي طبعا نحاول نوسع النقاط حتى يكون بنهاية تمام جدا يفضل إنه هذه النقاط يفضل إنه هذه النقاط نستثنيها من البولت حتى تكون فاتحة والكتابة تكون بشكل أوضح تمام جدا ممكن ننزلها إلى الأسفل ومثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا ندرج مربع نص جديد من إدراج مربع نص ونكتب مثلا NO لهو رقم الوصل وطبعا بما أنه عدنا إنجليش رح يكون المحادات إلى اليسار أو ممكن نخلي المحادات إلى اليسار وننزل هنا إلى الأسفل نكتب الموافق طبعا نكبر حجم الخط ونكتب الموافق وسلاش سلاش ومثلا 1400 ونخليها فراغ ونكتب هجرية طبعا نوسع شوية مربع النص نضلل كل النص الموجود بداخل هذا المربع النص الفونت نمطي 14 عفوا اللون الخطر كوازي الفونت 14 بولد حتى يكون متساوي إلى طبعا متساوي إلى التاريخ الأول ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ونحاول نرفع في هالمكان تقريبا طبعا أنا أشوف أنه هذا المربع أو هذا الشكل يحتاج لأنه نرفع إلى الأعلى ونرفع النص وأيضا النص التعريفي والشعار وبالتالي نرفع النص الأول ونرفع النص الثاني ممكن وبالتالي نكتب بمربع نص جديد بها المكان ممكن تكون فاتورة نكتب فاتورة نقدية نكتب الاسم بالإنجليش طبعا نختار في التنسيق معين وليكن حجم الخط 18 bold توسيط مثلا وممكن أنه بالأعلى يكون اللون تركوازي بالعربي وبالإنجليش يكون اللون مثلا اللون البرتقالي طبعا مثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن نضيف خط جميل يفصل بين العربي والإنجليش وممكن من المخطط التفصيلي الوزن نختار فدوزن معين وليكن هذا الوزن وممكن يكون بلون ممكن يكون بلون تركوازي وطبعا يفضل أن يتوسط المسافة تبقى عندنا هذا الجدول ممكن الرفع إلى الأعلى تبقى عندنا هذا الجدول طبعا نحاول ننتبه أن يكون مربع النص بقدر مسافة النص يعني إذا عدنا هذا الزيادة نحاول نقلص بحجم مربع النص حتى تلاقي الجدول ونحاول نرفع الجدول بهالمكان بعدها نحاول نوسع مساحة الصفوف من خلال مد الجدول إلى الأسفل ممكن نمد بعد إلى الأسفل وبعدها نضيف مربع نص إدراج مربع نص ونكتب مثلا بيهالمكان اسم المستلم ونقاط مثلا ومسافة ونكتب التوقيع ممكن أيضا نخلي نقاط وبنفس التنسيق حجم 14 بولد وبلون ركوازي ممكن أنه هذه النقاط الخاصة بالتوقيع نحاول نقلصها قليلا تمام ممكن نستثني النقاط من البولد مثل ما سويناها بالأعلى وأيضا مثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي تبقى إدراج تبقى إدراج شريطين في الأسفل ممكن أن يكون هذا الشريط الأول طبعا يكون بلون تركوازي ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وناخذ نسخة أو ممكن نحاول نوسع العرض ومن صفحة الرئيسية نسخ لصق ونحاول نخليه بالأسفل ومن تنسيق تعبئة الشكل رح نختار هذا اللون اللي هو تركوازي البرتقالي والمخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي تمام جدا بعدها نحاول إدراج مربع نص ونكتب مثلا بندرج من إدراج مربع نص نكتب مثلا بهالمكان نكتب مثلا الغلط والسهو مرجوع للطرفين وممكن أن يكون بلون أبيض وبتنسيق بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن أن يكون توسيط ونخليه بالمكان بالوسط تقريبا ممكن يكون عشرة وبولد هذا فيما يخص الغلط والسهو ممكن النزل إلى الأسفل طبعا ممكن ناخذ نسخة ولصق ونخليه بالأسفل ونكتب مثلا العنوان عنوان يكتب هنا عنوان المؤسسة ممكن نكبر العرض شوية حتى تشوفون ممكن عنوان المؤسسة مسافة مثلا البريد الأليكتروني طبعا ونكتب عنوان البريد الأليكتروني ممكن رقم الهاتف ونكتب رقم الهاتف وممكن اسم صفحة الفيسبوك تبقى خطوة أخيرة وهي أضافة اسم المصمم من خلال مربع نص إدراج مربع نص ورسم مربع نص وبالأسفل نكتب اسم المصمم مثلا أنا راح أكتب تصميم تصميم مثلا بها ورد ممكن يكون بولد حجم الخط عشرة وممكن يكون لون الخط الكوازي حتى تكون الألوان موحدة وممكن ننطيها محاذات إلى اليسار ومثل ما تعلمنا تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا صار عندنا هذا الوصل أو فاتورة الشراء فاتورة جميلة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر